للمرة الثانية في شهر واحد، الأنشطة الإسلامية عنوان لتحقيق موسع تجريه الحكومة البريطانية فبعد أن كلف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لجنة بالتحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة ومدى انتشارهم في البلاد، يكلف وزير التعليم لجنة جديدة بالتحقيق في أنشطة تتعلق بمؤسسات تعليمية التحقيق هذه المرة يشمل مدارس بريطانية، خاصة تلك الموجودة هنا في مدينة بيرمينجام حيث يمثل المسلمون نحو ربع السكان أما الاتهامات فتتعلق بمخطط أطلق عليه اسم حصان تروضة يتهم نشطاء الإسلاميون بأنهم وضعوه للسيطرة على هذه المدارس ونشر أفكارهم المتطرفة فيها ويتضمن المخطط استبعاد أي عنصر غير إسلامي يقاوم ذلك أو يرفضه هذه مدرسة من 25 مدرسة سيشملها التحقيق الاتهامات تتضمن الفصل بين الأولاد والبنات في الصفوف الدراسية ومنع تدريس مواد الثقافة الجنسية ومضايقات يتعرض لها المدرسون غير المسلمين هذا بالإضافة إلى الإشادة بأفكار رجل دين له علاقة بتنظيم القاعدة لكن هنا في الشوارع المحيطة بالمدرسة يرفض السكان هذه الاتهامات جملة وتفصيلة الموضوع بالكامل من وجهة نظرهم هدفه إلحاق الضرر بالمسلمين وتشويه سمعة الإسلام من المؤسف أن يطلق الناس هذه الإدعاءات فقط لتشويه سمعة المدرسة أرجو أن يتركوا الطلاب للحصول على تعليم جيد وحياة جيدة فقط لأننا مسلمون يحاولون القول إننا سيئون ويريدون طردنا من المدرسة وإطلاق أرقاب سيئة علينا اتهمات متبادلة إذن لكن الحكومة تؤكد أن قرارها بإطلاق التحقيق جاء بعد العثور على وثائق بشأن هذا المخطط فضلا عن شكاوى تقدمت بها أكثر من 200 أسرة عن تعرض أطفالها لهذه الأفكار المتشددة لكن لهذا التحقيق دلالات أعمق من سعي متشددين لترويج أفكارهم فقد كلف بيتر كلارك الرئيس السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا برئاسة نجنة التحقيق عندما تتعامل مع ما سمعناه في الإعلام من إدعاءات عن بعض المدارس في برنجهام يكون من غير المناسب والمخيب للأمل أن يرأس لجنة التحقيق في مخالفات تعليمية رئيس سابق لجهاز مكافحة الإرهاب المسلمون في المقابل يتعرضون لانتقادات متزايدة ويتهمون بمحاولة فرض معتقداتهم على المجتمع من حولهم ولا يحاولون الاندماج فيه وتقبل تقاليده وعاداته أشعر بقلق شديد عندما أسمع مزاعم أن المدارس الممولة من دافع الضرائب ستكون وسيلة للترويج لأديولوجيات معينة تهدف لفصل الطلاب عن بقية المجتمع وعلى أي حال يبقى هذا التحقيق حلقة فيما بات يسمى سلسلة مواجهات مستمرة يروج لها أنصار رابطة الدفاع الإنجليزية ويحذرون من حرب أهلية في أوروبا بين الغرب والإسلام في المقابل تزداد شكاوى المسلمين مما يعتبرونه استفزازا وترويجا لصورة نمطية عنهم في وسائل الإعلام ما يعني أن وطيرة هذه المواجهات لن تقل في القريب العاجل بل إنها مهددة بالمزيد من التصعيد أشف سعاد سكينيوز عربية بيرمينغام